أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى آخر محطاتنا اليوم في برنامجكم مع الأحداث ونحن نناقش الأزمة السياسية بالبلاد مشاهدينا لابد وطبعا أن نتساءل عن كيف وما هي الحياة ومعاش الناس والحالة الاقتصادية بياس جدان ودحت هذا العنوان الحالة الاقتصادية والأزمة السياسية مشاهدينا نسعد جدا أن يكون معنا من الخرطوم الدكتور فتحي أبو الحياة خبير النفط والأكاديمي والمرشح من قبل الثوار واللجان المقاومة لرئاسة مجلس الوزراء الانتقالي مرحبا بك ومساء الخير دكتور مرحبا بكم مرحب أستاذ حزيفة نعم طيب دكتور كمرشح لمجلس الوزراء الابتداء ومراقب للمشهد الاقتصادي أيضا كيف تقيم الأوضاع ومعاش الناس في السودان في ظل الأوضاع السياسية الحالية طيب بسم الله الرحمن الرحيم أولا الحقيقة المشهد السياسي السوداني ومعاش الناس كل هذه المشاكل السوء الأساسي فيها هو عدم موجود حكومة تدير شؤون البلاد بعد هذه السورة السودانية العظيمة التي شهد لها الناس والعالم بسلميتها وواعي شعبها وأيضا كثير من التدخلات الأجنبية الحقيقة في المشان السوداني من غير دراية كاملة بتفاصيل الحياة السياسية والتعقيدات التي يشهد الواقع السياسي السوداني نعم طيب دكتورة تدخل السياسي الوسطى أيضا المختلفين والحديث عن تدخل بعض الدول أيضا في الشأن السوداني بشكل عام يعني إسقاطات هذا الأمر على الواقع في البلاد والله أولا حقيقة تدخلات السياسية الدولية إنجاز التعبير من بعض الدول في الشأن السوداني نحن نحترم تدخلات الأشقاء والأصدقاء والجيران للدولة السودانية الذين يهمهم استقرار السودان لأن استقرار السودان يعني استقرار أكثر من سبعة دول حول هذه الدولة الكبيرة في أفريقيا ولكن أن ينسب السودان في شكل محاور ويبعد عن تكتلات اقتصادية تعيد إلى الطريقة السليم في الحياة الاقتصادية والتعامل الدبلوماسي وحفظ سيادة الدولة السودانية هذا هو المطلوب فيجب علينا أن لا نسرف كثيرا في التدخلات التي تلامس حتى السيادة الوطنية السودانية نعم هل يلوح في الأفق حرص سياسي انفتاح في الأزمة السياسية وانفراج خصوصا والأن المشهد السياسي الآن هناك فيه الكثير ربما من التفاصيل والأحداث التي حدثت في اليومين الماضيين أبرزها ربما إعلان الكتلة الديمقراطية الحرية والتغيير بالمقابل أيضا عودة مولانا محمد عثمان المرقن إلى البلاد والله هذا الحراك أنا أعتقد أنه حراك طبيعي وجيد إذا وظف توظيف صحيح في اتجاه تكوين حكومة من كفاءات وطنية تأخذ البلاد إلى التحول الديمقراطي المنشود الذي من أجله تفجر الثورة الشباب المشهودة في العام 2018-2019 أنا أعتقد إذا كل هذا الحراك السياسي أدى إلى توافق حقيقي ومن ثم تم تكوين حكومة من كفاءات وطنية سودانية شبابية قوية حادبة مهمة أهميتها مصلحة البلاد فهذا جيد ولكن أن يكون حراكا مشحوم بالاختلافات والتمترس والإصرار على الاستزوار والإصرار على المحاصصة الحزبية والمشاركة في السلطة بأي ثمن حتى لو يذهب الوطن فأنا أعتقد هذا الحراك يكون حراك غير حميد لكن إن كان الحراك في اتجاه التوافق السياسي وجمع الصف وجمع الجبهة الداخلية وإرسال خطاب سياسي لكل الشعب السوداني يخرجوا من جو الإحباط وجو الحروبات والدمار الذي شاب هذا البند لأكثر من خمسين عام أنا أعتقد إن كان الحراك في اتجاه تصحيح كل هذه المشاكل وتكوين حكومة تأخذ البلاد إلى استكمال هياكل الدولة والتكوين مفوضية وعليا للانتخابات كما نصت الوثيقة الدستورية سابقا أنا أعتقد هذا يكون جيد ولكن هذا الجو المشحوم بالخلافات أنا أعتقد ينذر بخطر كبير حتى في الوحدة الوطنية للدولة وما الصراعات القبلية والمشاكل في السودان وأطرافه ببعيد إذن أنت تتبنى ضرورة وجود حكومة كفاءات فقط بعيدا عن الأحزاب حتى ربما هناك من يرى أن وجود الأحزاب في السلطة وتمسك بالحصول على بعض الوزارات من قبل الأحزاب بعين في هذه الفترة فيما تبقى من عمر الفترة الانتقالية ربما لأنها أحزاب فقيرة وتدعم فقط من هم موجودين في عضويتها دون وجود برامج مقبولة للمواطن تسهم في نهضة الجانب الاقتصادي المهم ومعاش الناس الذي له الأولوية بطبيعة الحال في هذه الفترة نعم هذه الأحزاب الحقيقة هي أحزاب فقيرة فقيرة خاصة في الثلاثين عاما الماضية يعني هذه الأحزاب هي أفقرت وتشضت إلى كمية من الأحزاب والحقيقة أنا أقول أنه في كثير من الأحزاب حتى فقدت البوصل السياسية في شكل البرامج اللي ممكن يؤدي إلى ممارسة سياسية حية في البلد والدليل على ذلك عدم قيام أي نشاط حزبي من شكل ندوات أو حراك سياسي حتى يهيئ المسرح السوداني السياسي السوداني ويهيئ المواطنين إلى الفترة إلى ما بعد الفترة ما بعد التورة ويعني تهيئة المناخ للممارسة السياسية في جو ديمقراطي كما يعني كل يعني ينشد هذا هذا العمل إذن الحل في الكفاءات فقط والله نقصد أنه حاليا يجب تكوين حكومة كفاءات نعم لأنه حكومة كفاءات ليس لديه أي انتماءات حزبية أو انتماءات في الحركات المسلحة أنا أعتقد تستطيع أنه تضع السودان في الطراكة السليم اللي أدي إلى تكوين حكومة يعني هياكل الدولة ومن ثم هذه الأحزاب عليها أن تستعيد إلى الانتخابات في جو ديمقراطي يعني حر وهذه هي أهداف الثورة السودانية العظيمة هذه هي الأهداف الأهداف أنه يتحول السودان إلى الحكم المدني الذي الذي ظل ينشده السودانيين السودانيين لفترة طويلة نعم السودانيين أيضا بدأوا هذا الحراك بالجانب الاقتصادي يعني أزمات الاقتصادية المتتالية في عهد المخلوع عمر بشير هي من قادت السودانيين لهذا الحراك وإلى ثورة ديسمبر إذن في انتظار مشاريع في انتظار حلول في انتظار أيضا رؤى واضحة من قبل وزارة المالية هؤلاء السودانيين في انتظار دائما هذه الأفكار ومشاريع وحتى المنح والقروض وهذا يسوقنا مباشرة إلى السياسات التي من المفترض أن تتبناها الدولة لأنهض بالجانب الاقتصادي في البلاد هل الاستمرار برشدة صندوق النقد الدولي ستوتي ثمار خصوصا في هذه الأيام الحديث عن اتجاه الدولة أيضا عبر وزارة البالية ربما لتحرير الدواء كيف تنظر إلى السياسات من المفترض أن تكون متبعة من أجل الحلول للجانب الاقتصاد والمشاكل الاقتصادية هذا سؤال واحد ولكن محاور عدة أولا نحن أضعنا يعني فرصة إنتاج النفط وعندما كان السودان من منتجي ومصدري النفط السوداني أضعنا ما يقدر بأكثر 120 مليار ما رأينا فيها أي مشروع اقتصادي كبير يخلق وظائف للشباب أو ما يسمى بالميجا بروجيك الميجا بروجيك المشاريع المشاريع الضخمة اللي ممكن تشغل من ألف إلى عشرة آلاف وما فوق سودان كله للأسف لم يكن فيه أي مشروع كبير يوظف طاقة الشباب بشكل كبير ممكن يساعد في الانفراج الاقتصادي في البلاد في البلاد الشيء الثاني نعتقد أن العشرة بتاعت البنك الدولي السودان لديه موارد تكفيه تماما من الاعتماد على الهبات والإعانات التي تنقص من كرامة الدولة السودانية الغنية بمواردها وغنية بشبابها فقط نحن محتاجين إلى إجراءات وسياسات اقتصادية واضحة توظف هذه الموارد وهذه طاقة الشباب وأيضا تهيئ الجول الاستثمار ومناخه ومراجعة قوانين الاستثمار مما يسهم في زيادة الإنتاج هذا هو الحال طبعا يجب أن يسبقه استقرارا سياسيا في كافة البلد وهذا هو المفتاح الحقيقي للتحول الديمقراطي وللإفراج في المعيشة وحياة الناس نعم الحديث ربما سائل دكتور فتح لكن في ظل الأوضاع الحالية وهروب أيضا لبعض رؤوس الأموال إلى خارج البلاد وعدم وجود أي استثمارات بأرقام ضخمة يعني كيف يمكن جزب هذه الاستثمارات وتهيئة المناخ في السودان أولا صحيح لأنني أعتقد أن عدم الاستقرار السياسي هذا واحد من الأسباب التي دفعت رؤوس الأموال الوطنية للخروج إلى خارج الوطن الشيء الثاني نحن نحتاج إلى يعني إعادة تشريعات الاستثمار وتهيئة المناخ ومحاربة البرقراطية التي أقعدت البلاد طويلا وأنه يكون فيه يعني مناء قرارات واضحة تسهل للمستثمرين وتحمي ممتلكاتهم بضمانات من البنك المركزي ووزارة المالية هذا يجزب الاستثمار بالإضافة إلى تهيئة وتحسين البنية التحتية والطرق والمخازم والسكة حديد والمطارات والميناء والموانع البحرية كل هذه المؤسسات الآن منهارة تماما عشان نجزب استثمار ويستفيد منه الدولة السودانية نحتاج أن نحسن كل هذه المؤسسات حتى نضمن تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلد الإضافة إلى الترويج منتجات السودانية نفسها لم تروج بشكل جيد في الأسواق العالمية واضح أن كثير من الدول الجوار استفادت من المنتجات السودانية ووضعت فيها دباجتها والآن أصبحت كأنها تنتج كل السلع هذا يؤكد أن نحن أيضا في فقر وضعف كبير في البروموشن بتاع المنتجات السودانية في الأسواق العالمية طيب دكتور أنت ذكرت مسألة النفط وأنت خبير في هذا الجانب من هذا المنطلق ما هي رؤيتك الاقتصادية في هذا المجال؟ هذا جيد الرؤية بالنسبة للنفط في السودان السودان دولة نفطية بامتياز وقبل أن ينفصل جنوب السودان وصل إنتاج السودان إلى 500 ألف برميل في العام 2008 عندما أصبح الدولار يساوي 2 جنيه سوداني وحصل الانفراج المشهود في الحياة السياسية الاقتصادية في السودان وقامت بعض المشاريع والأبراج كما هو الحال الآن في ذاك الوقت ولكن التكنولوجيا التي كانت تستخدم في إنتاج النفط السودانية في ذاك الوقت كانت هي التكنولوجيا السكن كلاس تكنولوجي اللي جاية من الصين والهند وماليزيا لأن السودان كان مفروض عليه الحظر الاقتصادي من أمريكا والغرب الآن السودان انفتح وعادل للحضن المجتمع الدولي وفتح الاسفتة الدولي للتحويلات المالية أنا أعتقد كل ما نحتاجه وهي تشريعات وقوانين واضحة من وزارة النفط وأيضا تهيئة المناخ والترويج نفسه بالإمكانيات المهولة في هذا القطاع الحيوي والسودان هذا القطاع النفط فيه يبدأ من منطقة شرق دارفوري إلى حدودنا الشرقية وإلى البحر الأحمق أنا أعتقد كل هذه المنطقة فيها شواهد وإنتاج بترول كبير ولكن يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة وأيضا لشركات عالمية كبيرة في هذا المجال طيب دكتور بحكم عملك أيضا في القارة الأسيوية وتنقلك في عدد من الدول المختلفة في العمل العام وفي النفط لعلنا نتحدث عن تجربة النمور الأسيوية وهل ممكن تطبق في السودان؟ نعم السودان أكثر الدولة مهيئة جدا لتطبيق النموذج النمور الأسيوية الذي أعملنا في تلك المناطق الأكثر من خمس سنوات وشهدنا أن تلك الدول نهضت في عشرين سنة فقط عشرين عام فقط نهضت وأصبحت من الدول اليشار إليها بالبنان وإنها أصبحت هي الديبلوبين كنتر الدول النامية والذي اعتمدت تماما على التكنيكال نوليتش أو التعليم التقني في تلك البلاد وهيئت قوانين الاستثمار وكسرت البروقراطية وحاربت الفساد والمفسدين هذا ما نحتاجه في السودان لنقل هذه التجربة والسودان أكثر الدول تهيئة لذلك لأن فيه موارد كبيرة ومناخات متعددة وقوة بشرية جبارة وموقع جوي سياسي محترم نستطيع إذا وظفناه بقرارات سياسية وسيادية قوية نستطيع أن نطبق تلك النموذج في الدول الأسوية كما هو في تايلاند وأندونسيا وماليزيا وفيتنام وتايوان ولكن هذا يحتاج إلى إرادة سياسية وإلى استقرار سياسي وهذا ما نفتقده الآن دكتور فتح أبو الحية وأنت المرشح الآن لمجلس الوزراء الانتقالي من قبل لجان المقاومة والثوار يعني ما هو برنامجك السياسي كمرشح وما هي حاضناتك السياسية ومرجعاتك وغيره والله هذا سؤال جيد نحن الحقيقة الترشيح لرئاسة مجلس الوزراء جاء من قبل السوار والرجال المقاومة الذين نحن منهم وهذا كان من أبريل 2019 عندما قدمنا ورشة في مجال الطاقة البديلة عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية والسودان مهيئ لذلك قدمنا هذه المحاضرة وأيضا كانت هي المفتاح للترشيح ومن ثم إعداد برنامج كامل لإدارة الفترة الانتقالية يتكون من 9 نقاط وأربع محاور أساسية من المحور الاقتصادي والذي تركزنا فيه في زيادة إنتاج النفط في سنتين إلى ثلاثة لي أكثر من 500 إلى 700 ألف بالإضافة لبرنامج التعافي الاجتماعي لإخراج السودانيين من الحروبات وجوة الدمار اللي عشنا فيه 50 سنة محتاجين لخطاب سياسي معتدل لخاطب كل أهل السودان لنبز الجهوية والقبلية والعنصرية الذي شابد هذا البلد الكان آمن وكل الناس كانوا يشوفوا ملاز بالإضافة إلى علاقاتنا الإقليمية مع دول الجوار علينا أن نذهب اتجاه التكتلات الاقتصادية ونبعد تماما من المحاور لأن المحاور لا تفيد السودان بشيء بالإضافة لعلاقاتنا الدولية وقعتنا أنه إعادة العلاقة بشكل رسمي مع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة للدولة المفتاحية دولة بريطانيا لما لها علاقة بالسودان التاريخية لا يمكن الحتميات التاريخية حتميات التاريخية لدينا علاقة مميزة مع دولة بريطانيا لم نستفد منها. بالإضافة إلى انضمام السودان إلى دول الكامن ويست للاستفادة من كل هذه الإمكانيات. هذا جزء ملامح من البرنامج والإضافة لشد السودان التنموية من أطرافه حتى نوقف هذه الهجرات الآن السودان فيه أكثر من 11 مليون لاجئ داخل السودان بعد عشر سنوات سيصبحوا السودانين أدخلوا كل ما هو ليس له بالثقافة السودانية من سلوك وجرائم عابرة للحدود. والحقيقة للبرامج كبير ونحن يعني عرضناه لكل القوى السياسية الحية بالإضافة لسوار ورجال المقاومة وموجود في الوصائف. نحن فقط هدفنا أن نخرج بلادنا نضعها في التراك السليم في الفترة الانتقالية. ثم بعد ذلك تكون دموقراطية وانتخابات تمرق السودان إلى جو السلام والاستغرار. هذا ما نصبه. تكون أيضا الحكومة شبابية بامتياز. لأن الشباب هم الشباب الواعد. هم الشباب الفجر السورة. هم الشباب المواكب الذي يعول عليه كثيرا. دكتور فتحي أبو الحيا خبير النفط الأكاديمي ومرشح من قبل ثوار جانب مقاومة لمجلس الوزراء. شكرا جزيلا.